بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ درسنا اليوم مراجعة الفصل الثاني الآباء والأبناء ويتضمن ما تكلمنا عنه سابقا في الفصل الدراسي الثاني التكاثر ودورات الحياة الأهداف التي نتمنى تحقيقها في هذا الدرس هو شرح التكاثر أن يتمكن من شرح التكاثر الجنسي واللا جنسي أن يقارن بين التكاثر الجنسي واللا جنسي أيضا يقارن بين الإخصاب الخارجي والداخلي ويصف مراحل التحول الكامل والناقل ويصف دورة حياة النبات إن شاء الله مع نهاية هذا الدرس ستكون هذه الأهداف محققة لديكم بإذن الله ما هو التكاثر الجنسي؟ وما هو التكاثر اللا جنسي؟ تكلمنا في الدرس السابقة عن التكاثر الجنسي والتكاثر لا جنسي أكيد عندك معلومات أتمنى التفكير ومراجع إحدى بهنك قبل ما نعرض الشريحة ستقدر تستنتج ما هو التكاثر الجنسي وما هو التكاثر اللا جنسي؟ بسم الله إذن التكاثر نوعان التكاثر نوعان جنسي ولا جنسي دعنا نرى كل التكاثر وشي تردنا التكاثر الجنسي إنتاج مخلوقات حية جديدة واللا جنسي إنتاج مخلوقات حية جديدة أيضا إذن كلهم ينتجون مخلوقات حية جديدة ولكن الجنسي الفرق أنه من أبوين إنتاج مخلوقات حية جديدة من أبوين لمن لاحظوا الصورة هؤلاء الأبوين بعد عملية التكاثر تم إنتاج هذا الفرد الجديد أما التكاثر اللا جنسي إنتاج مخلوقات حية من أب واحد لاحظوا الصورة هنا هذا هو مخلوق واحد بدأت علامات انقسام في هذا المخلوق هذا الانقسام يتطور حتى ينفصل يصير المخلوق بدل ما كان واحد يصير اثنين وهذا في البكتيريا وهو مخلوق وحيد الخد إذن لا يحتاج وجود ذكر وأمسر أما المثال آخر في الهيدرة لاحظت برعم هذا بداية التبرعم في المخلوق الحية الكبيرة بدأت برعم صغير لانتفاخ ثم يقبر تكون عندك برعم كل واحد يقبر حتى ينفصل إذا انفصل يبدأ ينمو ويكون فرد جديد التكاثر الجنسي يحدث عن طريق الخلايا الدكارية اتحاد الخلايا الدكارية مع الخلية الامتوية البويضة بويضة الخلية الامتوية والخلايا الدكارية الحيوانات المنوية يتم الاتحاد عند اتحاد هذه الخلايا يحدث ما يسمى بالإخصاب الإخصاب إذن لا يحدث إلا عند اتحاد هذه الخلايا وتسمى بالأمشاج المذكرة والامشاج المنثى والنقصة في كلمة الامشاج مذكر الخلايا الذكرية والامشاج المنثى الخلايا الأنثونية التكاثر اللاجنسي لها عدة أقسام التكاثر اللاجنسي لها عدة أقسام التكاثر بالانقسام اللي ذكر MUR أليكم قبل شوي الانقسام التكاثر بالتبرا و fått أيضاً تكاثر لا جنسي ركز معي في النبطة يحدث في النباتات تكاثر لا جنسي ويسمى التكاثر الخبري وهو عن طريق الساق مثل اللي تشوف في النعناع في الفراولة لا يحتاج إلى أذهار وبدور وزراعة دذرة الساق والجذور تنسد تحت السربة ويبدأ يتكون نبات جديد وعلى هذا الحال تنتشر النبات في المسافة المجاورة لها عن طريق جذورها هذا التكاثر لا جنسي في النبات وهو التكاثر الخبري أتمنى يكون كتابك تجهز الكتاب وتفتح الكتاب على فتح كتابك على فتحة 51 يلا انتظركم هذا أنا معكم بعد فتح كتابي حتى فتحة 50 بسم الله نبدأ الفكرة الرئيسية السؤال عندك سؤال الأول هو الفكرة الرئيسية السؤال الأول عندك تابعني سؤال 51 كيف يختلف التكاثر الجنسي عن التكاثر اللاجنسي كيف يختلف التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي عن التكاثر اللاجنسي جهز قلمك عشان تكتب عندك مسافة بعد علامة الاستسهام و إذا ما تلاحظ ما تكفي اكتفي وراء الخارجي إذن يختلف التكاثر الجنسي عن التكاثر الجنسي هذه الإجابة يتطلب التكاثر الجنسي استحاذ خلايا جنسية من كلا الأبوين ما تمها قبل قليل ويحمل الأبناء صفات الأبوين أما التكاثر اللاجنسي سيتطلب وجود أب واحد فقط ما يحتاج وجود اثنين أب وأم لا فقط من خلق واحد وهو الأب إذن هذه الإجابة أتمنى كتابتها أعطيكم وقت ولكن وقتنا ضيق إذن يتطلب التكاثر الجنسي اتحاذ خلايا جنسية من كلا الأبوين أكملوا الكتابة السؤال الثاني السؤال الثاني يعني فراب تنتمي الساق الجارية إلى نوع من أنواعاء التكاثر اللاجنسي يسمى ثوى مرة هذه كما لكم النانا فك وش هو أيوة تنتمي الساق الجارية إلى نوع من أنواع تكاثر اللاجنسي هناك منواع تكاثر ثلاثة واحد منهم تنتمي إليه السرط الجائع واش هو التكاثر الخضري إذن اكتب في الفراغ التكاثر الخضري سؤال ثلاثة أتتبع ماذا يحدث بعد تكون برع على مقلوق حج هذه الإجابات الثلاث تكتب كل إجابة في مستقيل عندك ثلاثة مستقيلات وبشرح حلقة البرع مستقيل يبدأ ينمو على جسم الأب من جسم الأب يبدأ ينمو البرع مستقيل نكتبها هنا ينفصل وينمو البرع أكثر ينمو ثم ينفصل اكتب هذه في المستقيل الثاني المرحلة الأخيرة أن البرع الجديد ينمو البرع الجديد بعيدا عن الأب خلاص ذهب عن الأب وبدأ ينمو أكثر هو نمو تكون في جانب الأب ثم نمو ثم انفصل ولا زال يقم النمو إذن عندنا الثلاثة الأسطر هذه نوزعك كل سطر في مستقيل أعطيك وقت سؤال اللي بعده التفكير الناقض سؤال أربعة ما مزايا التكاثر الجنسي ما مزايا التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي لها ميزة تميزة عن التكاثر الجنسي فكر معي إيش يتميز بالتكاثر الجنسي لو فكرنا فيه مزارع عنده أغنام مثال كمثال وعنده أغنام ليست سلالتها ليست جيدة ولكن راح جاب ذكر سلالة جيدة خروف كبير سلالة جيدة إيش تتوقعون الأبناء اللي تم إنجابهم بيكون منهم عدد لو مثلا تم إنجاب في الحضيرة مثلا عشرين من الأفراد الجديدة أقل شيء بيكون عشرة منهم يشبهون الأب أو ثمانية أو سبعة أو مجموعة أو ثنين أو خمسة أو خمسة بيشبهون أب في الصفات الجديدة إذن صاحب المزرع استطاع أن يحسن صفات هذه الأغنام عن طريق التكاثر الجنسي لاحظ هذه الإجابة يكون التكاثر الجنسي أبناء يحملون صفات جديدة تتكيف بشكل أفضل مع التغيرات البيئية في الإجابة نقول برضى حتى في التغيرات البيئية تطور الحياة تغيرات الحياة الجيل الجديد يكون تكيف معها هذا بس ميزات التكاثر الجنسي سجل الإجابة سجل الإجابة وأنا بأعلق سجل الإجابة على بال أنا أعلق إذن أما التكاثر الغير جنسي نفس الصفات الأب نفسها بالنسخ طباع سأنه عملية طباع التكاثر الغير جنسي إذا فيه صفات سيئة تبقى تنتقل في الأبناء تنتقل على بطا لكن في التكاثر الجنسي ممكن تذهب هذه الصفات السيئة مع تحسين النسخ سجل في الإجابة ننتقل إلى السؤال الخامس عندنا السؤال الخامس السؤال الخامس أي مما يلي من خصائص التبرعم أي مما يلي من خصائص التبرعم ألف جين ألف التبرعم ينتج الأبناء عن بويضة ينتج الأبناء عن بويضة مخصدة في التبرعم ذكر الهايدرا للبرعم قبل شوية أو ينتج الأبناء من أب واحد أو ينتج عنه اختلاف صفات الأبناء عن الآباء أو دال ينتج الأبناء من أبوين إثنين إيش تتوقع ليناصب التبرعون إذن ينتج الأبناء من أب واحد لأنه تكاثر غير جنسي 6- اختار الإجابة أي من المخلوقات الحية التالية يتكاثر عن طريق الانتسام لديك البكتيريا قنفذ البحر أم نحل نبات الفراولة عن طريق الانتسام البكتيريا البكتيريا ننتقل إلى نقم المراجعتنا للشق الآخر من الفصل الثاني دورات الحياة لدينا في الصورة هنا دورة حياة الضبطة ليش ذكرني أقول لك ما هي دورة الحياة دورة الحياة سلسلة من مراحل النمو سلسلة يعني سلسلة في تتبع مراحل تتبع المراحل إذن سلسلة من مراحل النمو المختلفة التي يمر بها المخلوق الحياة سلسلة من مراحل النمو المختلفة التي يمر بها المخلوق الحياة هذا الضفدع ينتج البيض هذا البيض مخصب يفقش يخرج منه أبو ذنيب ينمو أبو النيب ولا ذلك في مراحلة أبو النيب ولكن أكبر فأكبر حتى يتحول إلى ضفدع كامل هذا الضفدع الكامل يعيمن من جديد ينتج البيض وهذه نسميها دورة الحياة نسميها دورة كذلك في الدجاجة دورة حياة الدجاجة بيضة مخصبة تفقس البيضة مخصبة يخرج الصوس الصغير ينمو ويطلع يشبه أمه ثم يتتم عملية تكاثر وينتج البيض إذن الثقة ذكر وينتج البيض وإذن عملية دورة حياة عملية دورة حياة نفس دورة حياتك أنت صغير وتكبر والآن إن شاء الله أنك وصلت مرحلة لا بأسة بها من العمر يعني عمرك مثلاً عشر تسع سنوات تكبر إن شاء الله وتروح التنوي تروح المتوسط تروح الجامعة تتوظف تتزوج بعدين برضه يجي لك أولاد يسنوا أولاد في سنك أنت الحين وبعدين هم يكبرون سبحان الله هذه الحياة تستمر فإذا لك نسميها دورة الحياة طيب التحولات لدينا نوع سلسلة التحول سلسلة من مراحل لنمو المميزة المختلفة والتحول نوعين ذكرنا تحول كامل وتحول ما التحول الكامل يمر بأربع مراحل واحد اثنين ثلاثة أربع لاحظة هنا واحد اثنين ثلاثة أربع والحيوان البالد وهذه الفراشة هنا مثلاً يختلف تماماً عنه وقته فقط تشوف لما تقص إيش دودة زي الدودة الدودة هالي تأكل غذاء كثير بعدين تحط نفسها داخل إيش شرنقة تكون عند رأى داخل شرنقة هذه الشرنقة مع الوقت تنكسر لما تنمو داخلها الفراشة تكبر تكشر الشرنقة وتخرج فراشة 28 فرق بينها وبين الدودة اللي فقصت من الجو هذا التحول كامل لأربع مراحل التحول الناقص له خمس أو آسف له ثلاث مراحل التحول الناقص له ثلاث مراحل إذن ثلاث مراحل واحد وين ثلاث مرحلة التبويضات الحورية جرابة كامل تحضر الحورية اللي تخرج من البيضة هنا فيه شبه نسبياً طريب من الأم لكن هنا شوف الدودة اللي تخرج من البيضة في التحول الكامل فعلاً مع مع السهم فيه فرق كبير بين هذه الدودة وبين الفراشة إذن هذا من أهم الفروقات بين التحول الكامل والتحول ناقص إذن فيه فرق في الحيوان المرحلة النهائية أنه لما اخرج من فقص أيضاً في عدد المراحل هنا أربع مراحل واحد وين ثلاثة أربع مرحلة البويضات اليرقة العذراء ثم الفراشة الكامل هنا بويضات أحورية ثم جرادة مكتملة من إذن فيه تحول كامل وتحول ناقص وهذه الفروقات ذكرناها هذه برضا توضيح صورة أوضح وأكبر للتحول الناقص والتحول الكامل واحد اثنين ثلاث اربع مراحل هنا واحد اثنين ثلاث فرق الحيوان اللي يفقص من البيضة لا يشبه الحيوان المكتمل هنا فيه شبه نسبي قريب فيه تقاريخ ناتي الى الاخصار كلمة الاخصار ذكرناها مرت علينا في بداية الدرس من اليوم قلنا اتحاد مشيج مؤنث بويضة مع مشيج مذكر حيوان منوي يلتقون يتم الاخصار اذا اتحاد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث هذه العملية تسمى اخصاب توقع اعطينا هذه المعلومات كم مرة توقع انها صارت سهلة جدا والخلية المخصبة لما تتخصب الخلية هي التي تنمو وتتحول الى قرد جديد لكن الاخصاب نوعي الاخصاب نوعين انواع الاخصاب تذكر احنا الان درسنا مراجعة تذكر الدروس السابقة كم قلنا عندنا انواع اخصاب نوعين تتذكر منهم شيء نشوف اخصاب خارجي اخصاب خارجي ومن اسمه خارجي يعني اندماج المشيج المذكر لان الاخصاب لازم في اندماج امشاج خلاص سواء خارجي أو الثاني في اندماج أمشاج ولكن اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث خارج الجسم من اسمه إخصاب خارج إذن اندماج الأمشاج يحدث خارج جسم المخلوق الحي مثال على ذلك شوف السمكة في البحر شوف ترمي الأمشاج الأمشاج تمياه في الماء صبه في الماء وكذلك تذكر يرمي سمكة في الماء ويحدث الإخصاب في الماء خارج أجسم الأب والإن يحدث في بعض المخلوقات الحي ومنها البرمائيات والأسماء الحلقة اللي بر يتم عيش في البر في الماء لكن سأعمل هذا الشيء وهي في الماء والأسماك وهي في الماء إذن لابد يكون هنا الوسط اللي تعيش في المخلوقات الحي هو الماء لأن الماء يحقظ هذه الأمشاج لتجف بنور الآلق النوع الثاني إخصاب داخلي ايرون ديمر اندماج المسيج المذكر مع المسيج المؤنث لكن هنا يقول لك خارج الجسم اذا هنا اول فرط الفرط اللي هو الاساسي وكلهم يتحدون للامشأ لكن هنا داخلي داخل الجسم من خارج الجسم ويحدث المخلوقات اللي تعيش على اليابسة اللي تعيش على اليابسة بجميع انواعها يحدث في الزواحة يحدث في الجيور يحدث في الثدياء الإخصار الداخلي أعضاء التكاثر ناتي عند النباتات أعضاء التكاثر في الزهر الزهرة هي في أعضاء باتهر قلنا أن الزهرة هي العضو هو الجزء المشؤول عن التكاثر في النبات إذن فيها والزهرة بعض الأزهار تحمل الأعضاء المذكرة والمؤنثة مع بعض في بعض النباتات في أزهار مذكرة وفي أزهار مؤنثة لكن نأخذ نموذج لزهرة تحمل الأعضاء المذكرة والأعضاء المهنية هذه الزهرة شوفوا أعضاء الزهرة هذا المكاع وهذا الطل دعونا نشوف vilشي الطل وهو الجزء الزكري ومن ضمن حبوب اللقاح هذا الطل لحظ نجيك زي الخيوت رقيقة هذا هو الطل ويوجد فيه حبوب اللقاح هذا القيط وهنا المتك اللي هو الكيس المتك اللي هو الكيس جوة حبوب اللقاح بنورل در regulation وضحها لكم هذا العبو المذكر أما هذا في النص المتاع فهو المتاع وهو العبو الأنتوي المتاع وهو العبو الأنتوي هذا العبو الأنتوي وفيه المبيض والبويرات هذا الميسم الميسم النبوب الطوي وهذا المبيض وداخل البويرات إذن هذا عضو مؤنث وهذا عضو مذكب التلقيح يتم فيه ما هي عملية التلقيح؟ أنه يتم فيه انتقال حبوب اللقاح من الطلع إلى المتاع تنتقل من الطلع إلى المتاع اللي وضحنا لكم قبل شوية في الصورة وحبوب اللقاح مسحوق هذا هي حبوب اللقاح مسحوق أكثر هذا هو يحتوي على خلايا جنسية ذكرية وتنتقل إلى المتاع عن طريق الملطحات في الحشرات الحشرات التي تنقلها إذن هذا هي يقول لكم مسحوق أكثر يحتوي على خلايا جنسية ذكرية طيب وإن الخلايا الجنسية الانتوية في المبيض اللي هي البيضات هنا في العضو المؤنث هذه دورة حياة النباتة نبت هذه البذرة عند أخذت بدرة ورحفت المزارع زرع البذرة في التربة أسفرها الماء بدأت تنمو وتكبر حتى أزهرت وطلعت فيها الأزهار هذه الزهرة نأخذ نموذج للزهرة هذا العضو المؤنث الميسم وهذا العضو المذكر هذا المكاء اللي يتكون من الميسم والمبيض وهذا العضو المذكر هذا العضو المذكر في حبوب اللقاح تأتي الملطحات من الحشرات من اللي أخير من النحلة لما تتحرك فهي تهزها حتى تسقط حبوب اللقاح هذه تسقط حبوب اللقاح تسقط على العبو المؤنث لحظة هذه فوق لما تجي النحلة تنزل تهزها تسقط على العبو المؤنث هذه حبوب اللقاح النفرة تأمس شوق أصفر ثم تصل عن طريق الأنبوب الميسم تصل إلى البويضة وهو يتمن إخصار عندما يفتح المسيج مذكر مع المؤنث هنا يحضر الإخصار تتحول هذه الزهرة إلى ثمرة بعد الإخصار تتحول هذه الزهرة إلى ثمرة فلو أفرض أنها ثمر التفاح تصير هذه ثمرة التفاح حتى أنت لو جيد تقل التفاح تجد فيها بدور في النص اللي هي أثار المبيع أثار المبيع حل التمرين صفحة 61 افتح صفحة 61 يلا افتح صفحة 61 الوقت يدركنا منصة أن تضكتير افتح صفحة 61 السؤال الأول الفكرة الرئيسية لماذا تستعمل معظم الحيوانات المائية الإخصاب الخارجي بينما تستعمل معظم الحيوانات على اليابسة الإخصاب الداخلي ذكرتها لكم وأنا أشرح يركز معي وأنا أشرح يعرف ليش قلنا ها ذكرها ليش الحيوانات اللي تعيش في الماء تستخدم اخصار خارجي لأن قلنا الماء ايش يصلح الماء في عملية ساعدة أن يوفر جو مناسب لهذه الرجال تطلق الحيوانات المائية خلاياها الجنسية في الماء لأنها لن تتعرض للجفاف ليش؟ لأنها وسط الماء أما المخلوقات اللي في اليابسة فتستعمل الإخصاب الداخلي لحماية خلالة الجنسية لأنها لو حطت خلالة جنسية في بره تجف على طول حرارة الشمس من الرياح إذن أكتب الإجابة إجابة السؤال الأول أكتب هذه الإجابة إجابة السؤال الأول أكتبها عندك في الكتاب رجاء السؤال الثاني المفردات الفراغ نحلنا تتكون الشرنق تتكون الشرنق الصلبة خلال مرحلة العذرق تتكون الشرنق الصلبة خلال مرحلة العذرق إذن أكتب العذرق في الفراغ رجاء السؤال الرابع قلنا نروح للسؤال الرابع هل يمكن حدوث عملية الإخصاب دون عملية التلقيح؟ تم بويضات الفديات داخل جسم الأمثال وتحصل على غذاءها من أخر لذلك لا تحتاج لمصد الغذاء لا معلش هنا مشكلة في التركيب الإجابة هل يمكن حدوث عملية إخصاب؟ دون حدوث عملية التلقيح؟ ممكن أن يتحدى المشيجي المذكر مع المشيجي المؤنس الأهم شيء في عملية الإخصاب هو اتحاد الأمشاج هو اتحاد الأمشاج سؤال خامس تميز الحيوانات التي تتكاثر بالإخصاب الداخلي هذه الإجابة لكي ندرك الوقت سؤال السادس الأجزاء الخارجية للزهرة التي تتميز بألوانها التي تجلب الحشرات هي البوتلات هي البوتلات الملونة الأجزاء الملونة من الزهرة هي البوتلات عندنا صفحة 63 واجب تمارين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه التمارين واجب موجودة عندكم الكلمات في الأعلى وزع الكلمات في الفراغات وكلها معلومات سهلة من خلال الدرس من خلال الدرس تستطيع الوصول للحل إذن عندنا واجب صفحة 63 من واحد لين ستة ننتقل إلى السؤال الثامن رح صفحة 64 السؤال الثامن قارن بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي قارن بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي التكاثر الجنسي هو إنتاج مخلوقات جديدة من خلايا الأبوي هذه المقارنة أكتبها رجاءً عندك تحت السؤال ثمانية هذه المقارنة أحبب أن نطرح هذا السؤال لأنه فيه تحقيق مهارة من المهارات التي ذكرنا في بلات الجنسي إذن التكاثر الجنسي الفرق بينهم انطهي الإجابة بالله السؤال عشرة ننتقي بعض الأسئلة التي فيها تحقيق الأهداف تكون فرصة حدوث الإخصاب الخارجي أقل من الإخصاب الداخلي لماذا؟ في الإخصاب الخارجي فرصة الاستقاع الأمشاج المؤنثة مع مذكرة تقل لأن كل واحد منهم يرمي خلايا خارج الجسم سلتقي في الماء فقد تمر ضروط لا تسمح بذلك إذن يقول لك هنا السؤال أن فرصة الإخصاب الخارجي قليلة لماذا؟ لأن فرصة استقاع الخلايا الجنسية الدكارية مع الخلايا الجنسية الأنتوية تقل بسبب العوامل الداخلية في داخل الوسط يمكن أن يكون فيه كيارات مائية ويمكن يكون فيه حيوانات تتغذى تاكل البيض قبل ما يحدث الإخصاب حيوانات تعيش بنفس الوسط الماء نأتي إلى السؤال الأخير السؤال الأخير في هذه دورة الدرس في حل التمرين ما نوع التكاثر الهيدرة؟ هذا حيوان الهيدرة ما نوع التكاثر حقه؟ هل هو الانتساب؟ ولا التجدد؟ ولا التبرعم؟ ولا التكاثر الخضري؟ ساعة جداً ما نوعه؟ ها؟ التبرعم إذن يتكاثر عن طريق التبرعم بحل هذا السؤال وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى أنكم استطعتوا حل الأسئلة التي تم حلها أيضاً الواجب الذي ذكرناه لكم صفحة 63 أتمنى حل الواجب في أكثر وقت لترسخ المهارات والمعلومات التي أكتبتها في الأدرس هذا وصل الله وسلم على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر